ونبدأ الجولة وشرطا معك ومع كل من يشاهد من اليوم تالي ومنها نقرأ تقرير بريطاني كارتي يصنع المشهد من الخرطوم كشف تقرير رئيس في نشرة أفريكا البريطانية أن السلطة الحاكمة في سودان ووصفها بالمجلس العسكري عادت إلى الاستعانة بالإسلاميين من جميع الأطياف لمساندة نظامهم وقال التقرير إن الإسلاميين وليس فقط أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا قد بدأوا يستعيدون امتيازاتهم بل عادوا ليشغلوا مناصب حكومية مهمة وأوضح التقرير أن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان حاول بعد انقلاب الخامس العشرين من أكتوبر تجريب خيارات مختلفة وأشار إلى أنها فشلت جميعها رغم أنه لم يتمكن من الحصول على إجماع بين مناصره وأشار التقرير إلى أنه يعتقد عند الكثيرين أن علي كارتي لا يزال في الخرطوم وليس في إسطنبول مثل معظم القيادين الإسابيين وأضاف لعله كان من الممكن اعتقاله بسهولة لولا صلاطه الوثيقة جدا بالقوى الأمنية أستاذ حيدر فكرة بروز اسم علي كارتي مجددا على المشهد هل بالفعل الرجل يحرك المشهد من الخرطوم؟ طبعا أنت ذكرت أن هذه المعلومات الواردة في هذا التقرير صدرت في موقع بريطاني وقد التبث علي الأمر نوعا ما أن هناك أيضا تقرير آخر نفس الموضوع صادر عن أفريكا انتليجنس أظن ذاك تقرير مختلف يبقى التقريران يعززان معلومات محددة اتفقا عليها وهي عن وجود السيد علي كارتي داخل السودان وليس خارج السودان ويدير تحركات ضد الثورة من داخل السودان بل أن تقرير آفريكا انتليجنس حدد مكان إقامة كارتي وذكر التقرير بأن علي كارتي موجود داخل الفرطوم ويقيم في منزل سكرتير البرهان وهو نفس الشخص الذي كان سكرتيرا لابن عوف وهذا يعني يوفر له جو آمن بدرجة كبيرة جدا رجل يقيم داخل منزل سكرتير البرهان شخصيا وهذا يعني بشكل الآخر أن البرهان نفسه على علم بوجود كارتي على كل حال هذا التقرير الذي طلعته الآن مقرؤا مع تقرير آفريكا انتليجنس مقرؤا مع عدة شواهد معاشة الآن داخل السودان تؤكد صحة ذلك وتشيري لعلاقتهم بانقلاب الخامسة عشر من الطب نعم صحيح هو واحد من المؤشرات المؤشرات عديدة جدا غير ما ورد في هذا التقرير والتقرير الآخر الذي أورده موقع آفريكا انتليجنس هناك تصريح شهير جدا لعظب المؤتمر الشعبي على لسان واحد من أبرز قياداتي ذكر فيه بالحرف أن إنقلاب خمسة وعشرين أكتوبر الذي قضوه البرهان وحميدتي تم بتدبير من اللجنة التنسيقية التنسيقية العسكرية لحزب المؤتمر الوطني المحلول هذا تصريح معروف ومعلومة ثابقة أيضا كان قد أدلى بها واحد من الذين كانوا من ضمن يعرفون خبايا النظام البائد أن السيد البرهان هو عضو في اللجنة العسكرية التابعة للحزب المؤتمر الوطني بل أن أحد قيادات النظام البائد وهو أمين حسن عمر ذكر بالحرف أن البرهان كان معتمدا على إحدى محليات دارفور دارفورو الكبرى وأنه عضو ليس عضو فقط في الحزب المؤتمر الوطني المحلول وإنما هو رئيس الحزب في تلك المحلية بالإضافة إلى ذلك جملة شواهد بعد إنقلاب 25 أكتوبر تؤكد ما ذهب إلي هذا التقرير والتقرير الآخر أنه بعد 25 أكتوبر تم إطلاق صراح كل المعتقلين من رموذ وعناصر النظام البائد حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وأعيدت لهم أملاقهم وبالإضافة إلى ذلك تم إلغاء عبر قرارات قضائية إلغاء القرارات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين وفصلت عددا من تلك الرموذة تسنمهم عدد من الوظائف بطريق غير مشروع أعادتهم إلى مواقعهم وبالفعل كما أشار التقرير أنهم تولوا وظائف مهمة في جهاز الدولة وما ذالت مثل هذه الإجراءات ماضية يعني يتم إعادة الممتلكات يتم إطلاق الصراع يتم إعادتهم من فصلتهم لجنة إزالة التمكين لعصولهم على وظائف بطريق غير مشروع ويعني حتى الأحكام القضائية التي صدرت وأرجعت هؤلاء المفصولين إلى مواقعهم السابقة لم تصاحبها أي تحيثيات عن سبب ما استند عليه هذا القرار في إعادة هؤلاء القرارات لجنة إزالة التمكين من حيث ياته أنهم حصلوا على هذه الوظائف بطريق غير مشروع إما أنهم لم يكونوا مؤهلين إما أنهم لا يحذون شهادات أم أن هناك شهادات مدورة إلى أخر عندما يظهر قرار قضائي بإعادة من تم فصلهم استنادا على هذه الحالة كان يفترض أن يذكر السبب نعم يذكر السبب لم يذكر أي سبب تنظر قرارات هكذا طيب يعني استعانة المكون العسكري بالإسلامين ما إذا ثبت ما جاء في التقريران الإثنان والتصريحات المعروفة لدى السياسيين وهم مختلفون على أنفسهم ما الفائدة التي سيجنيها العسكر من هذا التحالف؟ وطبعا حاول عدة محاولات أول حاجة يعني حاول أن يخلط حاضنة بعد الإنقلاب 25 أكتوبر وإزاحة المجموعة السابقة مجموعة الميثاقة الوطني لا أبدا تتذكر بعد الإنقلاب المجلس المجلسي الإطاحة بالحكومة نعم الإطاحة بالحكومة وهكذا والمجموعة التي كانت تشغل الوظائف البذاري وبرود هذه الأزمة لجأ لخلق حاضنة بديلة عن طريق الاعتصام القصر المعروف والمشهور والذي حوى مجموعة من المكونات ولكن لم يجد ذلك شيئا وفشل فشلا زريعا يضطر أن يحاول أن يعيد عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول وعناصر الحركة الإسلامية ليستقوي بهم من ناحية ومن ناحية أخرى ليكون ذلك كارتضق ضد بعض الدول مثل الأمارات والسعودية ومعروف موقف كانت داعمة للعسكري منذ أيام المجلس العسكري وأحجمت عن تقديم أي دعم مادي للإنقلابيين فأيضا محاولة لاستخدام يعني إعادة الإسلاميين وإعادة عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول كارتضق على هاتين الدولتين ومعروف مواقفهما المناهضة جدا للتيارات الإسلامية حتى مصر نفسها نعم حتى مصر نفسها فلن يبدي شيئا ولن يفيد شيئا وواضح جدا أنه نهاية هذه المحاولة الأخيرة ماضية إلى فشل كما فشلت المحاولة السابقة في خلق مجموعة الميثاق الوطني لتكون حاضنة بديلة للإنقلابيين طيب ألا تعتقد بأنه ما إذا فعليا هو يتجي في هذا الاتجاه ألا يمكن أن ينقلب السحر على الساحل يعني حتى بكرة الضغط لهذا الذي يستعمله أو سيستعمله للضغط على من هم يخافون من الإسلاميين في المنطقة برمتها أو حتى في الداخل السوداني ما إذا وجدوا فرصة ربما سيفعلون ما فعل به نعم هذا وارد جدا وحتى في حزب المؤتمر الوطني المحلول نفسه هذه التجربة قد عاشوها من قبل وهذا ما جعل حزب المؤتمر الشعبي يفقد الثقة تماما في العسكريين ويرفض تماما أي تفاهم أو تلاقي مع العسكريين باعتبار الغدر الذي تم في لحظات المفاصلة الشهيرة التي قسمت حزب المؤتمر الوطني إلى قسمين حزب المؤتمر الوطني إلى منشية وقصر ومؤتمر وطني ومؤتمر شعبي فمن الوارد جدا أن يتكرر هذا الذي أشرت إليه بعد أن يتمكن الإسلاميون وعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول خاصة وأن هناك موجدة قديمة الكثير جدا منهم يعتبر حتى الآن أن ما حدث في ديسمبر ليس هو ثورة وإنما خيانة ثورة مصنوعة يسمونها هكذا ثورة مصنوعة ويحملون هذه الخيانة لهذه القيادات العسكرية الموجودة الآن والمسيطرة على الأوضاع الآن في البلاد فمن الوارد جدا أن ينقلب السحر على الساحر طيب أريد أن أسأل سؤال أخير في هذه المنطقة يعني أنا لا تعتقد أستاذ حيدر بأنه كان ينبغي على من قاموا بإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر أن يبحثوا عن مخرج يعني يجعلهم بشكل أو بآخر يصلون إلى منطقة وسطة للنقاش مع من هم فاعلون في العمل الميداني الذين هم الآن تحولوا إلى نشاط سياسي وأنا أتحدث عن لجان المقاومة تحديدا أما كان أوجب عليهم فعل هذا الشيء؟ نعم صحيح هو طبعا بعد الإنقلاب وما ترتب عليه من إجراءات وأوضاع يعني أورثة البلاد هذا الشقاء وهذا العناء الكبير الذي يكابده كل الناس الآن في السودان مطلوب أولا إنهاء هذا الإنقلاب هذا واحد من أهم الشروط يعني لأنه هذا الإنقلاب أن تذهب إلى العلة مباشرة وليس ظلالة العلة المباشرة هي هذا الإنقلاب فلا بد من إنهاء هذا الإنقلاب لكي تنتيه هذه العلة أولا من بعد ذلك يمكن أن يتم حوار أن يتم جلوس في مائدة مستديرة يتداول الناس حول مصير البلد وما يمكن فعله بعد إنهاء هذا الإنقلاب لكن إذا لم يتم إنهاء هذا الإنقلاب وما ترتب عليه أعتقد أنه ليس في الإمكان الوصول إلى أي حل يحدث اختراقا في هذه الأزمة المتطاولة